بسم الله الرحمن الرحيم ستاتيكس ستاتيكس نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم كوبلانر وطو دي إلعبها سلوك يبقى نيجاتيب واحد على اثنين بتاعت اف واحد وثلاثة على ال وكي على نيجاتيب اربعة ونتأكد لما كاتبها بالترتيب نيجاتيب هاف هي الريشيو الكاملة يبقى ال ال بتسوي 3x2 over negative 1 يبقى 2 يبقى ال ال بتسوي negative 6 والكي هتسوي 2 عايز بقى O A cross F عايز قصدي some moment about O O A cross F1 ال A ما بقتش اسمها negative L على اثنين وكي بقى اسمها negative L على اثنين على ثلاثة واثنين الكي باثنين والف واحد اثنين واثنين 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 بدل L على ثلاثة هتبقى negative 6 على ثلاثة يعني negative 2 negative K اللي هي negative 2 على 2 يعني negative 1 هنا L ب negative 6 يبقى negative 6 وثلاثة اللي هو 2K يعني اربعة وزيرو وهنا negative 4 واثنين كل واحدة من دول هتعمل extreme's وmeans هتطلع في الاخر ب negative 11 هنا عندك ال resultant ب40 بس مش عارفين هو فين واحنا هنا في حالة اكوليبريم يبقى اللي فوق واللي تحت هتقد بعض بتساوي 70 اللي هي 40 plus 30 يعني الواحدة منهم ب 35 some moments about A ب zero أو about C ب zero about A الاربعين معها اكس مش عارفينه والتلاتين على بعد ثلاثة بيلفه positive لكن ال R اللي هي 35 بتلف A negative shift solve هتقدر تجيب X مسألة المقطوعات cutoff الحتة دي بواحد وال square ده side بتاعته باثنين يعني center ده هنمشي واحد واحد كمان اللي هو نص square ونطلع واحد يبقى اثنين واحد عايزين نجيب بقى ال ratio ما بين الاريات area circle pi times o c power 2 و ال diameter ب 14 يعني ال radius ب 7 يبقى pi اللي هو 22 over 7 times 7 power 2 ال square الصغير ده side بتاعه باثنين يبقى 2 power 2 حط ده على الكالكوليتور يبقى 77 over 2 يبقى الكبير ده ب 77 والصغير باثنين بس بال negative 77 ال core needs بتاعته 00 وال negative 2 ال coordinates بتاعته اثنين واحد هنضرب x يعني 77 في 0 minus 4m يعني 0 minus 4 يبقى نجيب 4 على 77 minus 2 يعني على 75 والتاني هنقول 0 مينس 2m على 75 يبقى نيجاتيب 2 على 75 هو عايز tan theta لانه هو عايز theta مع vertical فيبقى لو تخانى ان كده فيه triangle مرسوم هيبقى opposite هو ال x وال adjacent هو y يبقى tan theta او تجيب tan theta العادية اللي هي مع horizontal هتطلع ب half يبقى مع vertical العكس يبقى 2 عشان لعب التان و كتان و كده برضو cut off triangle مع rectangle ولا هو اي rectangle ولا اي square lamina thickness dynasty in the form of equilateral triangle او التاني ده rectangle side ده بستة و ده 3 root 3 هنقسمه كده من النص y axis و x axis يبقى ده 3 و ده زيه ده 3 و 3 root 3 بما ان ده equilateral يبقى الانجلي اللي فوق 60 معصومه نصين 30 و 30 اللي قدامة 30 هيبقى نص الhypotence هو اي لان بي سي كله بستة يبقى الآن صعيد ده كله ب 12 هيبقى 6 و 6 12 بالنسبة لل ordered pairs ده صفر و 1 و نص و 3 عشان ال width ده كله و 3 root 3 طب ده كله ستة root 3 و 2 m ده المفروض في تلت المسافة عشان نزل point of concurrence و كده هيبقى صفر و 2 root 3 اريت بقى الترايانجلي كبير half البيز بستة وستة عن 12 او ممكن نقول side في side في sin 60 بده من نخش في قصة height اريت ال rectangle length times 6 6 times 3 root 3 بقى 18 root 3 فواضح ان ده قد ده مرتين فعشان كده الكبير سمينا m سمينا 2 m والصغير هنسميه negative m و نعود بقى negative m معها 0 و 1 و 0 root 3 والتانية 2 m دي الطريقة بتاعتنا negative m في 0 plus 0 يعني 0 على اي حاجة ب 0 والتانية بقى بالراحة كده هيبقى 1 و 0 root 3 بال negative plus 4 root 3 يبقى 2 و 0 root 3 على m اي حاجة تلمع m يبقى 2 و 0 root 3 السؤال اللي بعده ده كده خلاص يبقى يبقى المسافة ما بين center of gravity والنقطة اللي اسمها ايه هو center of gravity على ارتفاع 2 و 0 root 3 وده كله 6 root 3 يبقى فاضل 3 و 0 root 3 يعني 7 على 2 root 3 السؤال اللي بعده الفولس f دي بتعدي من على origin origin point and the line of action of f parallel a b مدك ايه و مدك بي ال a b هتجيبها ازاي b minus a يبقى 1 و 1 يبقى السلوب بتاع ال f اللي هو m على 3 بتسوي السلوب بتاع ال a b اللي هو 2 minus 1 على 3 minus 2 يعني 1 يبقى النقطة اللي اسمها ام دي اللي هو عملت cross multiplication ايه يطلع ب 3 6 و 8 ب 14 وهنا اللي تحت دول 7 و 2 9 فال 14 اكتر من 9 فال R تعالو كده انا اتخيل انها بره اه وممكن اتخيل انها جوه ولو ترعت negative بيبقى هي كانت بره يعني عادي مفيش مشكلة ممكن اتخيل انها بره وتطلع negative بيبقى هي كانت جوه طيب مبدئيا ال R عبارة عن اللي فوق ما ينسل بتاعتي يعني بال 3 اه ال sum of moments about H مثلا بتسوي moment resultant about H ال sum of moments about H الخمسة negative والبعد العمودي 3 ال 4 negative والبعد العمودي 6 ال 6 positive والبعد العمودي 12 ال 2 negative والبعد العمودي 18 بتسوي negative 3 في X نطلع ال X بيبقى 1 يبقى من النقطة ال R دي لغاية النقطة اللي اسمها H 1 ومن نقطة ال R لغاية A 1 و 3 و 3 و 6 يبقى 9 الرد ده بيتشد البرة يبقى ال reaction بتاعه جوا هيتوزع X1 و X X Y هنا الحبل ده بيتشد الانجل ده 60 فدي 30 و 90 يبقى ده كده 60 30 هيتبقى 30 cos 60 يعني 15 30 sin 60 يعني 15 و 3 وهنا هيتعمل ال resolution هيبقى ال reaction ده هنسميه X1 Y1 و في الاخر اللي بقى نحسبه او هو مش عايزه عمتن هو عايز الانجل اللي عاملها ال reaction مع ال vertical يعني هيبقى ال 10 بتاعتها opposite X وال adjacent Y لو كان من لها triangle كده هيبقى opposite X اللي مين قد الشمال بقى يبقى ال 15 قد ال X1 واللي فوق قد اللي تحت يعني Y1 و 15 root 3 بتساوي 40 root 3 و 1 دي بال- يبقى Y1 ب 25 root 3 جبت Y1 و X1 يبقى 10 سيتا بتساوي X على Y من شوية على X اخد بالك هيطلع ب root 3 ب 15 على 25 root 3 يعني root 3 على 5 بالكالكولاتور شابتر 3 F1 و F2 عكس بعد يبقى F2-F1 بتساوي ال resultant اللي هو كان ب 40 يعني F2 ب 40 بلاس F1 ونقول بقى force F مسافة F1 بعدها 36 و F2 بعدها 12 هنشيل كلمة F2 ونخليها 40 قصدي بلاس F1 الاتنين كده بقى فيهم F1 مسألة فيها مجوه الواحد اقسم على 12 في الطرفين يبقى 3 F1 وهنا F1 بلاس 40 ودي F1 بال- يبقى 2 F1 بال40 يبقى F1 بال10 السيستم ده عامل قابل عايزين المومنت بتاعته ممكن نجيبها بطريقة العشوائيات نختار نقطة تلغي لك قوتين ميلين اختار B فهيتلغي 60 وال100 دي بقى الحكاية كلها ايه بعض الوقت حوالين البي وخلاص هيبقى A T بتلف في نيجاتيب والبعد العمودي 3 يبقى نيجاتيب 24 اللي بعدين عم اسألة حلوة بطريقة للفورسز الثلاثة سايدز دول قد بعض عاملين كابل الF البعد بينهم ثلاثة X والانجل سيتا يعني سين سيتا والK البعد بينه كي برضو بيلفه نيجاتيب والبعد بينهم العمودي X طير اكسات يبقى ثلاثة F سين سيتا ماينس K بتسوي 0 يبقى ثلاثة F سين سيتا بK يبقى سين سيتا بK على ثلاثة F نرجع بقى الفاريجون ادي مية عاملة انجل هنا وليكن اسمها سيتا معاك كوزاين و سين سيتا لو اتعمل لها الهوريزونتل يبقى مية كوزاين سيتا والفرتكال مية سين سيتا الحتة العمودية دي على البعد عشرين يبقى معاك بعيد معاك المية كوزاين سيتا عملة بعد 20 والمية سين سيتا الفرتكال دي عملة بعد 50 يبقى 100 سين سيتا بتلف على بعد 50 وبالنسبة ل سين سيتا ب3 على 5 ومية كوزاين سيتا عملة بعد 20 وبالنسبة لكوزاين سيتا ب4 على 5 من الكالكولياتور رأيت لعى 4600 السؤال اللي بعده شابتر 1 جسم يبقى الـ 100N هنا لتحت الـ W ده هنا هيبقى فيه T وهنا T الـ W اللي تحت هيتعملها resolution هيبقى W cos 30 و W sin 30 التيل اللونها حمر دي هي الـ W خلص هنقول بقى لي مين قد الشمال واللي فوق قد اللي تحت نبدأ باللي فوق يبقى ن بتساوي W cos 30 يعني root 3 over 2 W أنا عرفت من ان صحيح ان هو about to move up أنا معرفش الـ 100N فين ومعرفش هو up ولا down طب اللي فوق بتشد T اللي هي W وتحت W sin 30 يعني half W فاللي فوق اكتر من اللي تحت يبقى اكيد about to move up والميو إن هتساعد هنا مع اللي تحت يبقى W التيل هي W بتساوي half W plus mu N يبقى الميو إن بتساوي هنو قدل half W دي بالـ minus يبقى W minus half W بتساوي ميو في إن والإن بروت سريع على 2W W minus half W بhalf W طاير W مع W وطاير التو مع التو يبقى الميو بواحد على لوت سريع يعني لوت سريع على 3W Parallel forces الـ resultant هنا عبارة عن مجموعهم يبقى F plus البقين يعني F plus 12W moment about E بتساوي some of moments about E بتساوي moment resultant about E resultant about E عمل بعد كام تمانية يبقى F بالنسبة للـ resultant هنا F plus 8 يبقى F plus 8 قصدي F plus 12 F plus 12 اللي هي resultant times 8 moment resultant about E بتساوي بقى نمسك واحدة واحدة هنلغي الثري هيبقى عندك أربعة في بعد أربعة وخمسة في بعد ستة وF اللي أنا مش عارفها في بعد عشرة مسألة المجهول فيها F shift solve W تخلص على طول مش محتاج حتى الـ steps D هيطلع الـ F بـ 25 الـ R 25 و12 يبقى 37 يبقى الـ ratio ما بين الـ F والـ R 25 على 37 هنا N وهنا MU N الـ N قدى العشرين اللي فوق قدى اللي تحت بيقولك الـ R داش بـ 25 الـ R داش دي قانون بتاعه N root 1 plus mu square يعني 20 في root 1 plus mu square بتساوي 25 يعني root 1 plus mu square بتساوي 25 25 على 20 سوري مش على 24 كانت مكتوبة غلط يبقى 5 على 4 يبقى 1 plus mu square بتساوي 25 على 16 لما عملها بقى power 2 لما انطير الـ root يعني نقضي الـ 1 بالـ minus يبقى 9 على 16 يبقى الـ mu بتساوي الـ root الكلام ده يبقى بتساوي 3 على 4 مسألة chapter 4 بتخلص برسمة تحت رف وهو عايز يتزحلق برة هنا R1 وهنا MU R1 اللي هو half R1 يعني MU بهوف وهنا R2 والـ theta قدى theta اللي فوق قدى اللي تحت يبقى الـ R1 بـ W اليمين قدى الشمال يبقى الـ R2 بتساوي half R1 sum of moments about A بصفر لما تجيب sum of moments about A الـ W بتلف في positive في البعد L في sin 90 minus theta يعني cosine theta الـ R2 بتلف في negative في البعد 2L في sin theta هنطير القلات مع بعض يبقى W في cosine theta minus half R1 في 2sin theta التوقع تطير مع الـ half يبقى W لان اصلا الـ R1 بـ W يبقى W sin theta هنطير W مع W sin theta بتساوي cosine theta يعني sin theta بتساوي cosine theta يبقى theta 45 الـ F بتشد هنا الفوق وهنا normal reaction sin theta بتساوي 3 على 5 الميو بتساوي quarter cosine theta بتساوي 4 على 5 الـ N بتساوي 8 العشرة هنا هنعمل لها resolution هتبقى 10 cosine theta يعني 8 و 10 sin theta يعني 6 فالـ N بتساوي 8 الـ F لان هو قال لك about to move up هنا ما قال لكش اختبر هنا قال لك هي about to move up يبقى F بتساوي 6 plus mu N هيطلع mu N بـ 2 يبقى F بتساوي mu N plus 6 أو F أو بتساوي mu N plus 6 الميو N بـ 2 يبقى 2 plus 6 يبقى F بـ 8 مسألة معتمدة على الـ geometry الـ AB ده لو وصلت L مع وي من هما mid points هيبقى قد الـ AB والانجل هنا 60 ده 60 ده 60 ده كمان زيه 60 من الـ geometry يبقى الـ F البعد بينهم 12 وسين 120 أو سين 60 مش فرقة والـ 12 البعد بينهم الساوي ده بـ 12 في سين 60 المومنت الأولاني هو قال لك equivalent ما قال لكش equilibrium يبقى دول قد بعض المجهول هنا F هيطلع الـ F بـ 12 مسألة 3D فيها حتة حلوة بيقولك الـ volume بتاع الـ pyramid ده بـ 48 الـ volume بتاع الـ pyramid third area of base وهو 3 ف4 times height اللي هو OM half times 3 times 4 3 ف4 بـ 12 في تلت قضي تلت مش half الثلتة عثير مع تلت يبقى 4 تروح بالـ divided وم بـ 12 يبقى الـ M ده 0 و0 و12 الفورس F عبارة عن E الثلتتاشر دي اللي هي المجنيتيود في الـ M E على نورم M E يعني نجاتف الـ M جبناها ازاي نجاتف 4-0 و3-0 و0-12 يعني نجاتف 12 تمام؟ انت يرده معدائب ده الفورس F كا فيكتور يبقى moment about O بـ O E أو O M cross F السؤال اللي بعده سألها رقم 19 ترابيزيوم الـ AB بـ 6 وده 3 وده 6 بيقول equilibrium الفورس في الفجر ده equilibrium يبقى كلهم بـ 0 يبقى الـ F و الـ F دول بيلفوا negative والبعد بينهم 9 والـ 9 اللي فوق الـ 9 اللي تحت بيلفوا positive والبعد بينهم 6 ستة روتوا وستة روتوا بيلفوا positive والبعد بينهم 3 في سين 45 دي ليه 45 عشان الترينجل A B E زي ما انت شايف يبقى negative F في 9 9 في 6 وستة روتوا في المسافة بينهم 3 ما بين ستة روتوا وستة روتوا سين 45 نطلع الـ F بـ 8 السؤال اللي بعده هنا حطينا ويت بـ 8 وهنا برضو ويت بـ M ما قالش بكام من إكليد بقى هنا بص الصدفة بقولك ده 6.4 انت لحبت تجيب الـ height اللي هنا من إكليد اعتدر بـ 8 في 6 على الـ base كلها بعشرة هيتطلع 4.8 من Pythagoras ده 3.6 وده 6.4 يبقى بالصدفة الـ D كانت الـ projection بتاعت الـ C يبقى نقطة اللي اسمها C 3.6 و 4.8 center of gravity هنجيبه عادي خلط بس يبقى لخد بالك center of gravity يقع على الـ DC يعني الـ X بتاعته بـ 3.6 يعني لما ناخد الـ X اللي هو ده على ده هنسويه بـ 3.6 و cross multiplication يطلع الـ M 24 أسألة Parallel Forces بتاعت Chapter 3 مريحة على support التمانية دي ميلة فهنعمل لها resolution 8 sin 30 باربعة و 8 cos 30 باربعة وهنا الـ reaction الهنجي هنا بتقسم X و Y الرد مقصول نصين لو ده K ده زي و K ده كله 2K الـ R بلاس الـ Y بتسويه في 10 و 4 لهم 14 اللي تحت اليمين قد الشمال يبقى الـ X بتسبب بعض و تسير some moments about A بصفر some moments about A الـ R بتلف negative في البعد K واحدة العشرة بتلف positive في البعد 2K الـ X ملغية عشان بتعدي من على الـ A بقى خلينا في الـ Y بتلف negative في البعد 4K طير الكهت يبقى negative R ممكن توديها هناك وده 20 خليها في مكانها و negative 4Y تعدي معها هناك بالـ plus نزل دي كمان تحتيها كده 2 equations هطلع الـ R بـ 12 و الـ Y بـ 2 طب الـ Y بـ 2 و الـ X بـ 4 و 3 يبقى الـ reaction من Pythagoras square root ده power 2 و ده power 2 مسألة عبيطة جدا about to move in its direction of force يعني هتحرك ناحية اليمين يعني الـ Mu N مع العشمال الـ N القدل الـ 24 يبقى الـ Mu times N بتساوي plus W بتساوي 20 ميو بـ half طب الـ N مبدئيا بـ 24 ميو N يعني half N بتساوي plus W بتساوي 20 half N يعني half times 24 يبقى 12 plus W بتساوي 20 و أدي 12 بالـ minus يبقى الـ W بـ 8 force قيمته 25 root 3 عمل زي المسألة اللي في الفرست session عمل force دي عملة فيكتور الثلاثة angles بتاعته قد بعض هيتلع كوزين سيتا بواحد على الـ 3 ممكن تحفظها دي من كتر ما هيبقت يعني مشهورة الثلاثة كوزينات دور يدوك اليونت فيكتور لو ضربت اليونت فيكتور في المغنيتود بتاعت الـ F جبت الـ A force F نفسها عمل بـ A عملاب بـ A فكتور بـ A عملاب بـ A إستغلت بـ A روت سري يبقى ده تلاتة روت سري والبقى تسعة روت سري يبقى البعد العمود يبقى ما بين القوتين تسعة روت سري والقوة الواحدة باربعة هنا عايز الار داش الار داش دي بس هنا مديلك تان سيتا اللي هي سيتا اللي مع ميو ان بقى تلاتة على اربعة يبقى تان لمضا باربعة تلاتة تان لمضا هي كتان سيتا يبقى اربعة تلاتة يبقى الار داش انه روت واحد بلاس ميو سكوير الميو هي تان لمضا يبقى اربعة على تلاتة سكوير يطلع بعشرة